احتدمت سياسيا بين الرئاستي الجمهورية ومجلس النواب وانفجرت حرب بيانات وتراشق بالاتجاهين على خلفية الأداء والصلاحيات الدستورية لكل من الرئيسين ميشيل عون ونبيه بري في مسألة تكليف الرئيس سعد الحريري وتفاصيل دستورية أساسية في عملية تأليف الحكومة المقبلة فبعد تصعيد المواقف على جباة عون الحريري انتقل التشنج الحكومي إلى مستوى ثاني متقدم إلى اشتباك مباشر مع عراب المبادرة الحكومية الرئيس بري فانزلق مستوى التخاطب والتواصل بين بعض دوعين التين إلى حد غير مسبوق مظهرا التباعد الواضح والاختلاف العميق في القراءة السياسية وفيها شاشة الأرضية بين الرجلين الذين لم تجمعهما الكيمياء يوما واضح أنه الموضوع بالسياسي أكتر ما هو بالدستور وما سمي بحرب البيانات ظهروا دستوري ولكن يخفي اشتباك سياسي كتير كبير بموضوع صلاحيات رئيس جمهورية أو ما تبقى منه المادة 53 كتير واضحة وقت اللي بتقول أنه رئيس جمهورية يصدر مرسوم تشكيل الحكومي بالاتفاق مع رئيس مجلس وزراء وهذا يعني أنه المرجعيتين محكومتين بالاتفاق وأنه ما بتخلق الحكومي ولن تشكل إلا بتوقيع المرجعيتين المذكورتين بمعنى آخر رئيس جمهورية هون منه بوضع ما يسمى بالقانون بالصلاحية المقيدة كونفيتانسلية يعني منه ملزم بالتوقيع إلا بالاتفاق يعني مش وصلوا المرسوم فورا بوقع هون المرسوم هو عمل مشترك بين المرجعيتين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومي وفي عز التأزم وتبادل الاتهامات من يحسم صوابية موقف هذه الرئاسة أو خطأ تلك لسيما مع حجب صلاحية تفسير الدستور عن المجلس الدستوري في عام تسعين ولكن من يحسم في رأي ورأي آخر مين بيقول بالآخر إذا هذا الرأي على صواب أو على خطأ بالواقع ما في غير المجلس النيابي يقدر بالآخر يفسر ولكن بالأكتريات المطلوبة لتعديل الدستور لأنه أي تفسير قد ينطوي على تعديل فبس تتأمن 86 صوت من 128 منشوف كيف منفسر ولكن غير مجد ما يحصل اللي عم بيصير لن يؤدي إلى نتيجة اللي عم بيصير هو يعني بالآخر عم بفاقم بالمشكلة وبالأزمة بالوقت اللي نحن بحاجة لحلول مش بحاجة إلى استفافات من النوع اللي حاصل إذا كان فيه من إشكاليات دستورية فلتحسم حيث يجب لن تحسم ببيانات مثل اللي عم نشوفها وفي حين يرى متابعون أن حرب البيانات بين الرئاستين الأولى والثانية علقت مبادرة الرئيس بري إلى أجل غير مسمى وأدخلت الحل الحكومي في صبات عميق تحدثت معلومات عن مساعي تبذل لتبريد الأجواء المحتقنة بين الرئيسين عون وبري ينتظر أن تتكثف ليبنى على الشيء مقتضاه دارين دعبوس قناة الجديد